على الرغم من أنه لا يزال هناك وقت لبعض التحولات والمنعطفات قبل يوم لانتخابات الأمريكية إلى أن الرئيس السابق يتفوق بشكل مريح وفقا للرهان على عودته مجددا إلى البيت الأبيض وذلك في الخامس من نوفمبر المقبل وفق البيانات التي تداولتها وسائل أعلام أمريكية تدعم الغالبية العظمى من الرهانات فوز المرشح الجمهوري على حساب منافسته الديمقراطية كمال هاريس كما ترى تلك الغالبية من المراهنين أن دونالد ترامب هو المرشح المفضل للفوز وباكتساح لولايات السبع المتأرجحة والحاسمة هذا فيما يتعلق بالتفاعلات الداخلية مع الاستحقاق الانتخابي أما خارجيا فهناك تفاعلات أخرى تلقي بظلالها على السباق الرئاسي الأمريكي أحدثها التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل على وقع صراع وتوترات يشهدها الشرق الأوسط لأكثر من عام تطورات يبرز معها التساؤل بشأن سياسات واشنطن المستقبلية تجاه طهران فالجمهوري ترامب يتعاهد بممارسة أقصى الضغط على إيران حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة فيما ستحافظ الديمقراطية هاريس على استراتيجية بايدن بين الضغط على طهران والانخراط معها فيما يتعلق بتحركاتها بالمنطقة وطموحاتها النووية من منهما سيرسم محددات التعامل مع إيران وقضاياها؟ ترجمة نانسي قنقر